القلق ميشيل نوعية اللاعبين اللي انت لعب ظهير فضلت لعب النوعية هذي وكيف تتعامل معنا شوف فيه لاعبين يعني أنا بالنسبة ليه كمدافع فيه لاعب هو يبحث عن المدافع وفيه لاعب هو يسوي شيء يعني مهارة أو شيء بس بعيد عن بعيد عن اللاعب ما يكون قريب ما يجيك يعني ولا يروح على الباب ما يشكل على خطوة أنا ممكن يدبها من بعيد ويجري وما يروح على الباب يلاعب يروح على الباب لا ميشيل شوف ميشيل الآن يعني أنا أنا بشوف ميشيل ميشيل ترى فيه مباراة بيددم فيه مستويات كبيرة ويغيب ويرجع لكن حقيقي في المباراة الكبيرة دائما يظهر وليش؟ هل هي هل هي رغبة عقلية اللاعب أنا معرف ايه هل هي رغبة عنده او يحب الظهور في مباراة زهادي لكن صراحة مباراة الاتحاد السنة والعام الماضي حدث الدوري ظهر فيها مستوى كبير لا نساوش اللاعب هذير هو جيم الدوري البرازيلي وكان يلاعب في فلمنجو معنا في نادي كبير نادي ألقاب نادي دوريات معنا عنده ممكانية اللاعب ما اخذاش فرصة ما حصلش فرصة يمكن فترة فترات تدخل فيه الشك اللي ما ماكتعرف إذا كان لعب ميجس ميجسة كان نجم في البلد دمتاع وجيله هنا ما حصلش فرصة ملعبش يدخل فيه الشك فبطبيعة الحال المستويه يتأثر شوي تفررش كنت في الملعب ما بيجاوبوا أنا صار راح عارف وين راح لا والله ماعلم ما لي دخل في الموضوع أنا أصلا الكلام على ميشيل أدري أدري أنه على ميشيل يعني أنه هو بياخده كورة بيختلف بشوف الكابتين أعطاك الموضوع من الآخر تعني أنت زكريا ليش تستنى إلى أن يجيك هو من بره عشان يدخل لك الثامنطعش ليش أنت ما تخرج الثامنطعش ليش ما تخرج خارج الثامنطعش عشان تقابله صح وباين اللاعب سريع مدام اللاعب سريع ليش ما تجري عكس يعني ما تجري مع اللاعب كده ليش ما تجري أنت تخش على داخل الملق عشان تقفل على تستنى وش المراوغة الأولى سببت قلق الزكريا الأولى أولى أنا في لاعب بتكلم عنه يعني نجيبها في بارة الاتحاد نجيبها على الاتحاد نجيبها على الاتحاد مراوغة الأولى تسبب قلق لللاعب أكيد وخاصة لما الجمهور يتفاعل كمان معها بتسبب شوية ترباك لكن أنا كنت أتمنى أنا كنت أتكلم مع الكابتن حسان أنه المفروض حجازي يبادر يعني أنه يبادر وروح يتكلم مع زكريا يعني أنه يوعي يعني كيف يوقف ولا أنت تقابل بنفسك أجازي عشانه يأخذ ثقة منه